عملية إعادة بناء المساكنة التي انهارت كلياً أو جزئياً جراء زرزال الثامن من شتنبر تتواصل بوترة جيدة على مستوى الجماعات الترابية أداسيل بإقليم الشيشاوة السلطات المحلية تسخر كل وسائلها لتقديم المساعدة التقنية للأشخاص المعنيين والاستجابة إلى تطلعاتهم ساكنة إقليم الشيشاوة بدورهم ينويهون بالمجهودات الكبيرة التي تبدلها السلطات المحلية لتيسير هذه العملية في ظروف جيدة ده براء جاءت عنا الجناء غات عبرنا غات ديلنا سميتو تفعتا سميتو الرخصة ديالتا البلان في القيادة ده بغا نشد الرخصة ونبدأ نبني ديور ديالنا حنا جنان ندفعوه الطلب ديال لبني الحمد لله ده با يتيجيوا للجناء والتاني ديال لبني نشوفوا إن شاء الله شنو كي وتنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام والثمانين ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا شكراً للمساكن اشتركوا في القناة